مرحبا أنا عمر ملا من غرفة إخبار إيتوغلوب فارنا بلغاريا يمكن لنباتات الآن الكشف عن المركبات الضارة في التربة وإبلاغ الناس وذلك بفضل فريق من المهندسين من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا وضع المهندسين أوراق السبانخ مع أنابيب الكربون النانوية جزيئات الكربون الأسطوانية التي لها خصائص الكترونية مغناطيسية وميكانيكية ملحوظة بفضل الأنابيب النانوية يمكن لنبات السبانخ إرسال تنبيه عندما تستشعر بمركبات النيترو روماتيك وهي غالبا ما تستخدمه للتفجيرات لقراءة الإشارات يصلت الباحثين الليزر على أوراق السبانخ مما يدفع الأنابيب بأن تبعث ضوء الفلوروسينت الذي يمكنه من كشفها عن طريق كاميرا للأشعة تحت الحمراء رخيصة الثمن ويتم توصيل الكاميرا لجهاز كمبيوتر صغير ثم يرسل الحاسوب تنبيه عبر البريد الإلكتروني ووفقا لفريق معهد ماسلشوسيس للتكنولوجيا فإن النباتات تعتبر مثالية لمراقبة البيئة لأنها تأخذ بالفعل الكثير من المعلومات من البيئة المحيطة بها ويمكن الكشف عن التغييرات قبل وقت طويل مما يفعله البشر ونتيجة لذلك فإن هذا النهج يمكن أن يستخدم لتحذير الناس حول الملوثات والظروف البيئية السيئة مثل الجفاف شكرا للمتابعة للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا إلى اللقاء